شاركت مملكة البحرين في أعمال دورة 68 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والتي تعقد بصورة افتراضية وترأست وزيرة الصحة سعادة الأستاذة فايقة بن سعيد الصالح وفد المملكة في أعمال اللجنة والتي شارك فيها أيضا أصحاب الصعادة وزراء الصحة وممثلون رفعوا المستوى من الدول الـ 22 العضاء بإقليم شرق المتوسط وخلال الجلسة الافتتاحية أشاد الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أشاد بنظام الصحي في مملكة البحرين والذي يعد نموذجا يحتذا به والمشاركة الفاعلة للمملكة في برامج منظمة الصحة العالمية معربا عن فخره بالتجربة البحرينية في التعاطي مع الجائحة والتي اطلع عليها خلال زيارته الرسمية في يوليو 2021 عندما افتتح المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر